حكايتنا النهاردة تبدأ من ليلة 16 مايو سنة 1966 مع كامل مروة الصحف اللبناني في مكتبه في بيروت كان عنده قتها 51 سنة رئيس تحرير لجريدة الحياة اللي كانت معروفة بأنها الجريدة العربية اللي ماشية عكس طيار القومية العربية كامل كان صهران في المكتب بيحط اللمسات الأخيرة على نسخة الجريدة قبل ما يبعثها المطبع وكان عدد ممل نوعا ما لأن ما فيش أي أخبار مهمة حصلت يومها بيمكن أهم خبر كان زيارة الرئيس السنغالي للبنان ما كانتش يخطر في باله إن نفس ذات العدد الممل اللي بيشطابه ده المنشط الرئيسي فيه تاني يوم هيكون خبر اغتياله هو شخصيا وهو قاعد شغال بيكتب افتتاحية العدد يدخل عليه واحد اسمه عدنان سلطاني عمل نفسه موظف في بنك وجاي يوصل له رسالة من البنك وطلع من شنطته ظرف ونولهوه وكمال بيفتح الظرف ومركز فيه قام الراجل ما طلع من شنطته مسدس بكاتم صوت وضرب رصاصة في صدره كامل قاوم وقام ومسك في خناء القاتل فضرب عليه رصاصتين كمان واحدة منهم جيت في إزاز الشباكة صارته فالصوت بدأ يلفت لانتباه والمكتب في وسط البلد في بيروت منطقة حية وزحمة يعني ويقع كامل غرقان في دمه والقاتل يرمي المسدس ويهرب بسرعة بس اللي سمعوا صوت الطلق جاريه وراء نقط في تاكسي وقال له وديه على الصفارة المصرية بسرعة اللي بيجروا وراء نقطوا في تاكسي وحصلوا لغاية ما وقفوا التاكسي ومسكوه وأخدوه على الاسم والراجل اعترف بكل حاجة وانكشف مين اللي وراء عملية الاغتيال عملية اغتيال الصحفي كامل مروه ما كانتش المرة الوحيدة اللي عبد الناصر مارس فيها الإرهاب في لبنان ولا كانت أول مرة ولا آخر مرة عبد الناصر كان بقاله عشر سنين تقريبا بيحفر عشان يلاقل نفسه مكان في السياسة اللبنانية ويبقاله نفوز وأزرع وديول جواه في كل مكان في الجيش الشرطة المخابرات القضاء بل والمافيا كمان والعصابات اغتيال كمال مروه كان مجرد فصل من فصول حكاية ساعي عبد الناصر للسيطرة على العالم العربي كله بس ليه أصلا ليه يعني عبد الناصر يشغل باله بصحة في بيروت ويبعث له حد مخصوص على أن يقتله وإزاي أصلا عبد الناصر بايت إيده طيلة قوي كده في لبنان لأ ده محتاج أن احنا نرجع الشريط شوية اشتركوا في القناة شوفنا قبل كده حكاية نور السعيد رئيس وزراء العراق مع عبد الناصر وإزاي عبد الناصر كان شايل وفوق دماغه زاعي وما كانش نور السعيد بس اللي عامل قلق لعبد الناصر كان فيه كمان رئيس لبنان كميل شمعون رجل خريج كلية حقوق ونائب برلماني مخضرم ومن الأباء المؤسسين لجمهورية لبنانية شمعون كان رأس مالي حتى النخاع وكان ضد الاشتراكية على طول الخط وكان بيعلم ده بوضوح وبيسخر دايما من أفكار الاشتراكية والعداء للغرب أما بالنسبة للقومية العربية فكونوا من الطايفة المارونية في لبنان كانت نظرته للموضوع نظرة طائفية بحتة القومية العربية مرتبطة أكتر بالمسلمين فكان بيعتبارها ظاهرة إسلامية بتمثل تهديد للمزايا اللي بيتمتع بيها المسيحيين في لبنان لو الظاهرة دي اكتاحت البلد بس ده مش معناه أن شمعون كان محبوب قوي من مسيحيين في لبنان برضه وصيح عمل إزدهار اقتصادي في البلد وطور البنية التحتية لكنه كان غرقان في الفساد وفضايحه كانت مالية البلد فما كانش حد بيحبه ولا مسيحيين ولا مسلمين حتى رئيس الكنيسة المارونية ذات نفسه ما كانش بيطيقه يعني نقدر نقوله عموما أنه كان شخص مثير للجدل طبعا شخص بالتوجهات دي لازم عبد الناصر مش هكون مرتاح أبدا لوجوده لأنه عكسه على طول الخط فكان لازم هيحصل منكش وصدام ما بينه الصدام اللي غرق لبنان في الحرب الأهلية لأول مرة سنة 58 وزي العراق بالضبط المشاكل مع لبنان بدأت سنة 55 بسبب النزاع على موضوع حلف بغداد في مؤتمر الجامعة العربية اللي عمل عبد الناصر عشان يحط على نور السعيد الوفد اللبناني رفض تماما الهجوم والتنديد على رئيس الوزراء العراقي وقالوا أن لبنان يعني دولة ملتزمة الحيادة التام في الشؤون الخارجي فاحنا لا هننضم للمثاق بتاعك ضد نور السعيد ولا هنعرضه ولو العراق يعني شايفين أن هم من مصلحتهم الدخول في الحلفة ده فدي حاجة خصهم ما لاش ندخل في شؤونهم يعني الموقف اللي طبعا جهنن عبد الناصر لأنه ما كانش بيطيء أن حد يعرضه فعلى طول حط الرئيس اللبناني في مرمى نيرانه من لحظته ومن ساعتها بقت إذاعة صوت العرب في مصر بتردح لنور السعيد وكميل شمعون مع بعض شؤلة واحدة الرجعيين الإمبريالين اللي بيأكلوا العيال الصغيرة وبقت يعني بتدعو صراحة الشعوب في لبنان والعراق للثورة ضدهم وإسقطهم بس دي كانت حيالة البداية يعني لأن يعني إذا كان موقف الرئيس اللبناني جنن عبد الناصر بسبب أنه حلق له في موضوع حلف بغداد فموقفه وقت العدوان السلاسي على مصر جننه أكتر أكتر لأنه مقدمش أي حاجة غير مجرد كلام بارد كده من باب يعني برو العتب من جيوشهم تدعم الجيش المصر ولما الدول العربية قررت إنها تقطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا وفرنسا كميل شامعون رفض يشاركهم الحاجة اللي خلت رئيس الوزراء اللبناني عبدالله اليافي يستقيل احتجاجا على الموقف ده فالحكومة كلها يعني استقلت وبقت لبنان وقفة على مفترق طرق شريحة كبيرة من الرأي العام في لبنان مؤيدة لشعارات القومية العربية ومعجبة بعبد الناصر وغاضبين من العدوان الثلاثي على مصر وشامعون بدل ما يسايس أموره ويحتوي الناس ويمرهامهم عشان يعني يقطع الطريق على المؤامرات الداخلية والألأ اللي ممكن يحصل لا ده ساقن الأمور أكتر فبدل الحكومة الاستقالة دي عين حكومة جديدة أغلب وزراءها زيه ضد قومية العربية ومؤيدين للغرب زيه ايه دول أشد منه وشنة سبعة وخمسين شامعون يقبل المعونة الأمريكية اللي عرضها أيزنهاور للدول اللي هتحارب الماد الشيوعي يعني الرجل اللي كان بيقولك احنا ملتزمين الحياد التام في السياسة الخارجية دلوقتي اترامى في حضن الغرب رسمي فاهمي نظم كفاكرة؟ لا ده يدلق بنزين على الولع أكتر فيزور الانتخابات البرلمانية سنة سبعة وخمسين بمساعدة المخابرات الأمريكية كان فيه ناس من المخابرات الأمريكية بينزلوا بشنط فلوس في الشوارع يشتروا أصوات الناس فكانت النتيجة فوز واكتساح رجالة شامعون وهزيمة كل المنافسين الحاجة اللي انتهكت القانون الغير مكتوب بين الطوايف في لبنان فإن كله هيكون له كوتا بتمثله في البرلمان بحيس كلهم نصيب من طرطة السياسة في البلد شامعون حلق للكل وبلع البرلمان كله في كرشف الراجل كان بيلعب بالنار بهبل وفعلا البلد ولعت والولعة بدأت من قبل الانتخابات حتى كان فيه مظاهرة للمعارضة فالأمن فتح عليها النار وتقتل ستة والجرحة بالعشرات واللي كان منهم رئيس وزراء سابق بعدها بقت التفجيرات بتحصل في بلد يوميا تقريبا أكتر من مر الوضع الاستمر سنة ونص تقريبا تفجيرات بتستهدف مواقع حيوية يعني مكاتب الإذاعات الأجنبية وخصوصا الأمريكية السفرات ومش بس كرة لقد أحيانا كانوا بيستهدفوا مدارس لليهود مثلا أو بيوت ناس عدي مين اللي كان وراء التفجيرات دي كلها عبد الحميد السراج في سوريا ووسط الأجواء المشتعلة دي ييجي خبر الوحدة الرسمية بين مصر وسوريا سنة 58 اللي بمجابه عبد الناصر بقى رئيس مصر وسوريا يعني عبد الناصر بقى على حدود لبنان على طول ييجي الخبر ده عشان يولع الدنيا أكتر في لبنان القضية دلوقتي ما بقيتش قضية سياسة خارجية أو شامعون يفضل في الحكم ولا يمشي لا دل موضوع كبر وبقت القضية مسألة هل لبنان هتفضل موجودة كبلد مستقلة أصلا ولا الدولة الجديدة اللي على حدودها دي هتبلعها كانوا شايفين عبد الناصر وقتها زي باك مانكرة ماشي عمليا كل الدول العالم العربي كله كان بسط لعبد الناصر على إنه يا ما هنا يا ما هناك ما كانوش متوقعين اللي هيحصل بعدها وشامعون كان متأكد إن عبد الناصر عينوا على لبنان بعد سوريا فمش هيسيبها له طبعا خصوصا وإن فيه عدد مش قليل أبدا من الشعب في لبنان عاجبوا موضوع الوحدة ده وكان فيه بالفعل مظاهرات كتير بتطلع بالطالب بانضمام لبنان للجمهورية المتحدة وفيه لبنانيين كتير سافروا سوريا مخصوصة عشان يستقبلوا عبد الناصر لمزارها أول مرة الموضوع كبر لدرجة إن في يوم من الأيام في واحدة من المظاهرات دي الناس داسوا على العالم اللبناني وصور عبد الناصر بدأت تنتشر في لبنان وتنافس صور شامعون طيب شامعون يلمت دور واستوعب الناس لا يصب بنزين على النار عاشر فبدأ يسرب أخبار إنه ناوي يمد فترة رئاسته أكتر من الحد اللي مسموح بيه في الدستور اللي هو 6 سنين بساعتها عبد الناصر لأ إن دي الفرصة المناسبة عشان يخلص من شامعون للأبد وهو كان بيستعد للحظة دي أصلا بإنه عمال يستقطب كل قيادات المعارضة اللبنانية ويعمل علاقات معه وتم التنسيق معاهم وتسلحهم وتمويلهم عشان يبدأوا حرب لا تبقي ولا تذر عشان يخلصوا من شامعون ومش بس كده ده عبد الحميد السراج رجل عبد الناصر في سوريا كون ميليشيا خاصة بيه في قلب بيروت الميليشيا اللي اقتالت الصحف اللبناني غندور كرم واللي كان معروف بموقفه المناهض لعبد الناصر وعلى أول سنة 58 كان عبد الناصر غرق المعارضة اللبنانية بالسلاح والمال والبلد ما بقاش ناقصها غير شرارة بس وتنفجر والشرارة كانت يوم 7 مايو مع اغتيال الصحف اللبناني المعارض نسيب المتني فالدنيا ولعت وبدأت المعارك بالسلاح بين المتمردين وقوات الحكومة وبسرعة سقطت مدينة رابلوس في يد المتمردين وطلعت الدعوات من مساجدها في خطب الجمعة للانضمام للجمهورية المتحدة وبقت صور عبد الناصر متعلقة في الشوارع وفي كل المحلات وكانت اللحظة دي هي لحظة بداية صيف الدم في لبنان اللي بقى فيها صوب الرصاص والتفجيرات حاجة عادية جدا بتحصل كل يوم الرصاص وتفجيرات وبس لكن محدش قادر يسيطر على الوضع او يتقدم خطوة واحدة وبالرغم من كده الناس كانت بتروح في الرجلين عدد القتلى يوميا بالعشرات وطبعا التفجيرات كانت مرعبة للناس اكتر من الرصاص لانها مفاجأة وغير متوقعة او ما بتميزش وطول الوقت ده عبد الناصر ما بطلش للحظة يبعد سلاح وفلوس للمتمردين كان عاوز يزيح كاميل شامعون ايا كان التمنى لدرجة ان السفارة المصرية في بيروت بقى فعليا هي المقر الرسمي للمعارضة الليبنانية لدرجة ان الاسلحة كانت بتتشحن على عربيات النقل من قدام باب السفارة اللي هو مش مهتمين حتى ان احنا نخبي او نداري عبد الناصر صرف كام على الليلة دي خمسين مليون ليرة سورية وكان بيصرف بهبل لدرجة ان فيه نصابين كتير اكلوا من الياغمة دي هو ما كانش بيدقى هو مال سايد بقى كان اي حد نصاب يروح للمخابرات في سوريا يقول لهم خالتي بتسلم عليك وانا من المقاومة الليبنانية فيدولوا فلوس وسلاح فياخد السلاح يبيعوا ويروح يسهر ويشرب ويلعب امار بالفلوس شامعون كان فاهم كويس انه بيواجه تمرد برعاية قوة خارجية فبدأ هو كمان يستعين بصديق من برة ايزنهاور ضمن المعونة بتاعته لمحاربة الماد الشيوعي وعد كمان ان امريكا هتتدخل عسكريا عشان تساعد اي بلد من حلفائها لو تعرضت لاي تهديد من دولة من المعسكر الشيوعي هل لك حلو قوي مش عبدالناصب يقول اشتراكية وبتاع يبقى شيوعي الحقيقة امريكا بس الامريكا مش هوبلي يعني ده غير ان امريكا ما عنداش استعداد تغلط نفس غلطة بريطانيا في العدوان السلاسي اللي يدوب كان من سنتين بس بالاضافة لانهم كانوا شايفين ان الجيش اللبناني يقدر يسيطر على الامور لوحده لو عاوز والجيش لحد الوقتي ما تدخلش ده غير ان كان فيه قلق ان امريكا لو ادخلت في لبنان فده هيزود المشاكل الطائفية اكتر وممكن جدا يؤدي لتأسيم لبنان وتفتتها الخلاصة ان امريكا ما كلش معها الكلام بتاع شامعون ولكن ييجي الانقلاب الدموي بتاع العراق في يوليو فيقلب المعادلة بالنسبة لامريكان لا ده الموضوع كبير وشكل عبد الناصر كده هيجر العالم العربي كله للمعسكر السوفيتي شامعون حسين دي اللحظة المناسبة ولازم يضرب الحديد واسخت فقال للسفير الامريكي لحقونها جدعان امريكا لو ما ادخلتش فورا النظام اللبناني هيسقط في خلال يومين بكتير بيشة الانتراكت العالية يقوله تدعان ان تلدي مات تلدي في مكان الهين وتشاهد بحق التعريب تفكرت المريفة المترجمات هناك؟ أعتقد أن هذه أحاول مرة أحاولها أحاولها حاولها ومقاومة ومقاومة في المغرب ومقاومة بالنسبة لكي يشد الأحاول ولكن الأفاول مرارة الأسر قاموا بسيطة المرارة أو مقاموا بيشد الوقت المنزل ومقاموا بحقه أخبرتكم أن أردت أحاولها ومقاموا بحقنا نفسي لا يجب أن يقوم بإذن للأفير إليه في الولاياتية أو بمساعدة الهاتف لكن إلا أنهم يجب أن يأتي سيكون مهمة كفيراً أريد أن أعلم أنت فقط لك محباً تصافحة President Shaman from Lebanon sent to me an urgent plea that the United States stationed some military units in Lebanon this would, he felt, evidence are concern for the independence of that little country which itself has for about two months been subjected to several strikes وتاني يوم على طول القسطول السادس الأمريكي ينزل 15 ألف جندي في لبنان ويزحفوا على بيروت. لأول وهلأ يعني الموقف يبان كأنه بقى كله في صالح شامعون دلوقتي. وفعلاً الحرب وقفت وشامعون كمل الشهرين اللي فاضلين في المدة بتاعته. ولكن في الحقيقة اللي حصل غير كده. التدخل الأمريكي في لبنان رسخ تأثير عبد الناصر في لبنان أكتر وأكتر. لأنه بقى البطل العربي اللي هيحارب المستعمر الأمريكي. المهم مع وصول الجيش الأمريكي اللبناني فوراً أيزنهاور بعت وفد أمريكي للتفاوض على حل النزاع. وعشان كمان يدوروا على مرشح للرئاسة توافقي بعد شامعون يكون مقبول من عبد الناصر وأمريكا والنقب اللبنانية. وعبد الناصر كان طرح على السفير الأمريكي في القاهرة بالفعل اسم اللواء فؤاد شهاب قائد الجيش اللبناني ووزير الدفاع هو عسكري زينا نعرف نتفاهم معاه هو ما كانش هيهدال وبال إلا لما يعسكر العالم العربي كله. طب شمانع ده يعني شامعون حاول يضغط على وزير الدفاع اللبناني عشان ينزل الجيش يقضي على التمرد. بس هو رفض تماماً إنه دخل الجيش في المعمع دي. الحاجة اللي جيت على هو عبد الناصر جداً طبعاً. وبالفعل البرلمان اللبناني يصوت لفؤاد شهاب عشان يمسك الرئاسة. وبكده عبد الناصر حقق هدفه. فيدي الإشارة لعبد الحميد السراج يقفل بقى حنفية السلاح والتمويل وانتهت الحرب الأهلية. الرواية الرسمية في بيروت كانت بتقول إن الحرب الأهلية انتهت بلا غالب ولا مغلوب. لكن إذاعت صوت العرب في مصر كان لها رأي تاني. إن الشعب انتصر على شامعون الامبريالي. وإن لبنان بتتحرر وبوكرة كمان الأردن هتتحرر طيب. فوقات شهاب ده بقى ميته كانت إيه؟ كان ناصري. اشتراكي. أبدا. الراجل كان ضمن لحكومة شامعون وما كانش معارض ليه. لكنه كان عائل. يعني شامعون كان قرعا أهوج زي ما شفنا. شهاب شاف إن من مصلحة لبنان إن يكون فيه تفاهم مع أقوى قيادة في المنطقة العربية في الوقت ده. واللي خلاص بقى على حدوده ومش من العقل خالص استفزازه أو اللعب فودانه. عشان كده كان من أوائل الحاجات اللي عملها شهاب إنه اجتمع عبد الناصر في خيمة على الحدود السورية اللبنانية في مارس 59. الحاجة اللي كان لها رمزية واضحة جدا. إن الحدود دي أخرك وما حدش عندنا نوي إنها تتمسح يعني أو تتلغي. وفي اللقاء ده اتحطت المعادلة الأساسية للعلاقة بين عبد الناصر وشهاب. واللي جوهرها كان وضع حد لتدخل عبد الناصر في الشؤون الداخلية والأمنية لبنان في مقابل إن لبنان هتلتزم بخطوط عبد الناصر فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والدفاعية. المعادلة طبعا كان فيها تنازل من لبنان عن جزء من سيادته لأن قرارها فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ما بقاش في إيديه. بس ما كانش فيه حل تاني عشان يخلصوا من قرف عبد الناصر. بس هل هم كده خلصوا منه؟ أبدا. عبد الناصر استغل الوضع ده وبقى يزوق الحد الفاصل ده أكتر. يعني يضغط على قد ما يقدر. بحيث إنه يوسع مساحة نفوزه أكتر. عشان كده تفهم ليه فؤاد شهاب ساعد في تهريب السراج من السجن على مصر بعد انفصال سوريا عن مصر الخطة اتحطت في مصر وتبعتت على لبنان وتنفذت بواسطة المخابرات العسكرية اللبنانية طب إيه المشكلة يعني؟ انت مش مستوع باللي حصل دلوقتي. الشخص المسؤول عن دبح عدد لا يحصى من الشعب اللبناني في الحرب الأهلية. الرئيس اللبناني ساعده في الهرب من المسائلة والحساب عشان يعيش اللي فاضل من عمره حر في القاهرة. فأنت متخيل النظام اللبناني الجديد ده كان منسحق زيل عبد الناصر. انسحق لدرجة ان المخابرات العسكرية اللبنانية بقت مجرد تابع للمخابرات المصرية. واللي من خلالهم عبد الناصر بقى بيتحكم في الدولة العميقة في لبنان. لانه بقى عن طريقهم بيتدخل في كل حاجة. من الصحافة لاتجارة السلاح. للنقابات العمالية. للانتخابات البرلمانية وللبلطجية اللي كان السراج مشغالهم لحسابه في الميليشيا بتاعته. اهو دول بقوا شغالين مع المخابرات اللبنانية رسمي دلوقتي وبقى عندهم حصانة خانونية كمان ومرتبات من الدولة. وكلهم طبعا ناصريين. اهم البلطجية دول هم اللي هيولعوا الحرب الاهلية اللبنانية التانية سنة 75 واللي الحرب الاولى بالنسبة لها كانت ولا حاجة وطبعا اللي اغتال الصحفي كمال مروه كان من البلطجية دول وبمرور الوقت ده بالخط الفاصل اللي تقدر عنده تعرف فين بتنتهي حدود سلطة عبد الناصر وبتبدأ سلطة فؤاد شهاب لدرجة ان زي ما كان بيحصل من السفير المصري في سوريا. السفير المصري في لبنان كان بيستدعي الوزراء ورجال الحكومة اللبنانية اللي مكتبه ويملي عليهم الاوامر. او يدفع رشاوي لبعضهم حسب كل واحد مفتاحه ايه اللي هو كأن السفير المصري بقى هو المندوب السامي المصري في لبنان. احتلال مصري يعني. وشهاب كان مستسلم تماما ومتقبل الوضع ده. كامر واقع. نصبنا كده بقى نعملي. ناكل عيش وخلاص. وعبد الناصر حافظ له ده وقدره. عشان كده لما جيه موعد انتهاء فترته الرئاسية سنة 64 عبد الناصر ضغط عليه عشان يمددها اللي هو سبحان الله نفس الحاجة اللي الحرب الاهلية الاولى قامت بسببها ضد شامعون. بس شهاب ما كانش مستعد ياخد الخطوة دي. واللي مسك الرئاسة بعده شارل الحلو. اللي مشي على نفس خط شهاب مع عبد الناصر. واللي كان اول رئيس لبناني يزور مصر بصفة رسمية. بس شارل يعني ما كانوش اي قاعدة شعبية في لبنان. والصحافة اللبنانية كانت بتسلخه ترياء او نقطة كان رئيس هالهولة يعني. فخلى مصر تابعة للبنان اكتر من شهاب كمان. ده كان الجو العام في لبنان وقت اغتيال كمال مروى بعد سنتين من رئاسة الحلو. اغتيال كمال مروى اللي كان بيمثل ادق ملخص لطبيعة العلاقة بين مصر ولبنان في اوسخ لحظتها. ازاي يعني؟ لا دي حكاية تانية بقى. ونشوفكو على خير.